اكدت صاحبة السمو الملكي الامير سبيكة بنت ابراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاعلى للمرأة حفظها الله ان ما تحظى به المرأة البحرينية من دعم لا محدود من قبل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى يده الله ورعاه اوصلها لمختلف المناصب القيادية والدبلوماسية ومراكز صنع القرار وفتح لها افاقا واسعة لتقوم بدورها كشريك مع الرجل في بناء البحرين الحديثة التي يتطلع اليها الجميع نوهت صاحبة السمو الملكي الامير سبيكة بنت ابراهيم الخليفة رئيسة المجلس الاعلى للمرأة بزيادة نسب تمثيل الدبلوماسيات البحرينيات بما فيها تعيين اول امرأة وكيلا لوزارة الخارجية على مستوى الوطن العربي مع التأكيد على اهمية الدور المناط بسفرات مملكة البحرين وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج لتسليط الضوء على تقدم الجهود الوطنية في مجال المرأة لما لذلك من تأثير مباشر على مكانة البحرين الدولية جاء ذلك خلال استقبال سموها حفظها الله اليوم في مقر المجلس بالرفاع معالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية بحضور عدد من البحرينيات العاملات في السلك الدبلوماسي وذلك بمناسبة اعتماد المجلس الاعلى للمرأة موضوع يوم المرأة البحرينية للعام 2020 والذي خصص للاحتفاء بالمرأة في مجال العمل الدبلوماسي والذي يأتي متزامنا مع احتفاء مملكة البحرين ببدء العمل الدبلوماسي المنظم قبل 51 عاما وتخصيص يوما للدبلوماسية البحرينية تقديرا لمنجزاتها وجهود منتسبيها وأشادت رئيسة المجلس الاعلى للمرأة بالجهود الحثيثة لمعالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد الخليفة خلال مسيرته الدبلوماسية لترجمة التوجهات الملكية والتي نتجت عنها العديد من الانجازات المشرفة لمملكة البحرين وساهمت في تعزيز موقعها الريادي على المستوى الاقليمي والدولي وخصوصا ما يتعلق بمزاندة دور المجلس الاعلى للمرأة في تمثيل المرأة البحرينية في المحافل الاقليمية والدولية والترويج لنموذج البحريني في مجال التوازن بين الجنسين وأكدت سموها أهمية متابعة التزامات مملكة البحرين في الاتفاقيات والمشاركات الدولية ذات العلاقة بالمرأة مشيرة سموها إلى ضرورة توثيق مسيرة المرأة البحرينية في السلك الدبلوماسي ليكون مرجعا معرفيا يلقي الضوء على طبيعة تلك المساهمات وما يحيط بها من فرص وما استطاعت أن تتغلب عليه من تحديات على صعيد ذي صلاء نوهت قرينة العهل المفدة بتوجه إنشاء أكاديمية محمد بن مبارك الخليفة للدراسات الدبلوماسية معربة عن اعتزازها بالتطور الملحوظ على البرامج المخصصة لتنمية الكوادر الدبلوماسية الشابة والذي سيسهم في انخلاط متزايد للمرأة البحرينية في مجال العمل الدبلوماسي من جانبه نوه معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية بالجهود التي يبدلها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي قرينة العهل المفدة من أجل دفع مسيرة تقدم المرأة البحرينية في مختلف المجالات ومثمنا معاليه مبادرة المجلس إلى تخصيص يوم المرأة البحرينية هذا العام للاحتفاء بالمرأة في مجال العمل الدبلوماسي هذا اجتماع مهم وطيب واسمعنا منه شيء أثلت صدورنا أن يوم المرأة في عام 2020 سيخصص للمرأة في العمل الدبلوماسي المرأة في العمل الدبلوماسي بدأت منذ عقوده كما عرفنا من عام 1972 من أول ما بدأت وزارة الخارجية والمرأة البحرينية موجودة وصلت إلى وكيلة وصلت إلى سفيرات وصلوا إلى مناصب عليا كانوا موجودين اليوم هذا الشرف عظيم أن نحتفل بالمرأة البحرينية في هذا العام والشكر طبعا موجه لصاحبة سمو الملك الأميرة سبيكة وطبعا نحن نعيش كما قلت لهم اليوم حظيظين أن نعيش في هذا العهد الزاهر لسيدي جلالة الملك حفظ الله الذي أبرز المرأة البحرينية إلى جانب الرجل شريكها في حياتها في الوطن للقيام بدورهم في أبراز دور وطنهم في العالم إلى ذلك قدمت سعادة الأستاذ هالا الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة خلال اللقاء عرضا استعرضت من خلاله مسيرة المرأة البحرينية في مجال العامل الدبلوماسي وأوضحت الأنصاري أن الاحتفاء بدور المرأة البحرينية في مجال العامل الدبلوماسي يهدف إلى إبراز قصة النجاح وأثرها على مسيرة عامل المرأة في المجال الدبلوماسي للمرأة البحرينية حظها الوافر في هذه المسيرة نحن نتكلم عن بدايات مبكرة في السبعينيات ومن ثم شهدنا محطات مضيئة للمرأة البحرينية على مدى العشرين سنة الماضية منذ أن تولى صاحب الجلالة الحكم وشهدنا للمرأة حضور كسفيرة ربما في أهم العواصم العالمية المجلس من خلال هذا الطرح يتأمل إلى أن يوثق مسيرة المرأة البحرينية لأن أعتقد بأن هناك الكثير من المعلومات المبهرة التي تفرض نفسها اليوم على تاريخنا المعاصر والمجلس الأعلى للمرأة حريص أن يعمل على توثيق ذلك حريص على تنشيط الموضوع على أكثر من مستوى بالنسبة للبرامج التي سيتم تنفيذها على مدى الموسم القادم بالتعاون مع وزارة الخارجية وتحديدا لجنة تكافؤ الفرص في الوزارة على أكثر من مستوى طبعا نركز على جانب النشاطات العلمية الموائد المستديرة الندوات ستكون هناك نشاطات مخصصة لطلبة المدارس طلبة الجامعات سنعمل على تنشيط دور المدارس في التعرف أكثر على مسيرة المرأة البحرينية في هذا المجال من جانبها استعرضت سعادة الدكتورة رنى بنت عيسى الخليفة وكيل وزارة الخارجية عرضا مجزا حول برنامج فعاليات يوم المرأة البحرينية هذا العام والذي يجتمل على برنامج حافل من الأنشطة العلمية وتنمية القدرات عبر تنظيم ملتقى شبابي لطلبة الجامعات وورشة على مستوى دول الخليج العربي حول مؤشر مشاركة المرأة في التنمية وحلقات نقاشية ولدوات تعنى بعمل المرأة في السلك الدبلوماسي سهر عصور لمركز الأخبار تلفزيون البحرية ترجمة نانسي قنقر